ما هو تقسيم صلاة الراتب؟ تنقسم السنة الراتبة إلى مؤكدة ومستحبة وكلاهما نفل كما ذكرنا كلاهما نفل ثابت بالدليل شرعي لكن المقصود من هذا التقسيم هو اختصاص النفل المؤكد بخصائص شرعية تدل على تأكيد طلبه فلا يكون فرضا بل أقرب إلى الفرض وأما الرواتب المستحبة فهي ثابتة بدليل شرعي كذلك لكن المؤكد أفضل منها رتبة والمثال على الراتبة ركعتها الفجر والمثال على النافلة المستحبة أربع ركعات قبل العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع ركعات والعصر ليس له راتبة ولكن الرواتب كما ذكرنا أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر وركعتين بعد المغرب